موسيقى مرسى الخير أهلا بكم إلى مجازي أخبار الآن قتل 57 شخصا في ضربة جوية يعتقد أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذها في بلدة خاضعة لتنظيم داعش في شرق سوريا وفق ما ذكر المرصد السوري ثلاثاء وقال متحدث باسم التحالف أنه سيحقق سريعا في هذا الأمر وأوضح المرصد أن الضربة الجوية وقعت فجر الاثنين وأصابت مبنى في مدينة الميدين تستخدمه داعش سجنا لم يتبقى لتنظيم داعش في المدينة القديمة في الموصل إلا 600 متر فقط بحسب ما أعلن قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد جودة مشيرا إلى أنه لم يعد لداعش إلا بضعة عشرات من عناصره يتحصنون بضع عشرات يتحصنون في منطقة مكتظة بالمنازل والأزقة الضيقة وتوقع القائد العراقي أن قواته التي تتقدم من ثلاثة محاور ستحسم المعركة وتصل إلى شارع الكورنيش المحاذي لنهر دجلة في غضون أيام أكدت وزارة الصحة العامة والإسكان اليمنية أن قوافل المساعدات السعودية المخصصة لمكافحة وباء الكوليرا ستتوزع على مختلف المناطق المتضررة من الوباء اعتبارا من اليوم مشددة على أن فرق الميدان تعمل على مدار الساعة لتطويق الوباء تمهيدا للقضاء عليه قالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن ضابطا في المخابرات العسكرية برتبة كولونيل قتل في انفجار سيارة مرغومة في وسط كييف وذكرت الوزارة أن شخصا جرح أيضا في الانفجار الذي وصفته بأنه تفجير إرهابي وقالت شرطة أن عبوة الناسفة مزروعة في سيارة الضابط انفجرت أثناء سير السيار استبعدت الفلبين إجراء مفاوضات مع المتشددين الذين يحتجزون رهائنا ويحتلون بلدة ماراوي في جنوب البلاد وذلك بعد تقارير عن رغبة أحد زعماء المتمردين في مبادلة قس كاثوليكي بوالدي المحتجزين لدى الشرطة وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية أن الحكومة لن تبرم أي صفقات مع جماعة متشددة المتحصنة في مدينة ماراوي هذه لأن ذلك يتناقض مع سياستها وأن أي شخص يتفاوض في هذا الصدد ليس مخولا بذلك أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يفرض غرامة بقيمة مليارين وسبعمائة مليون دولار على شركة جوجل جراء انتهاكها لقواعد المنافسة في خدمتها التسويقية على الانترنت واتهمت هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي جوجل بالتلاعب في نتائج البحث على الانترنت لأجل تعزيز حضوط خدمتها التسويقية وإظهارها بما يفوق قوتها الحقيقية شكرا